اشتركوا في القناة الأماكن الأثرية في قطاع غزة تعرضت لجولات عديدة من الاعتداءات الصهيونية بالصواريخ والطائرات والقصف نحن في حصار نحن تحت احتلال ينقصنا الخبراء ينقصنا الأموال ينقصنا الأدوات ينقصنا الإمكانيات هناك أماكن كثيرة في غزة دخلت حسب إحصائيات اليونسكو ومنظمات حماية الآثار دخلت من ضمن الآثار المهددة بالزوال على مستوى العالم مثل دير القديس هيلاريون نحن نجتهد بالاستعانة ببعض الخبرات المتواضعة في مدينة غزة نرفع مشاريع لبعض المؤسسات تتبنى هذه المؤسسات مواضيع قضايا الترميم وتبدأ بالترميم لكن المتخصصين في ترميم البنايات الأثرية استطاعوا أن ينجزوا مواد من صناعة محلية هو إضافة جزء من الشيد مع الإسمنت الأبيض وجزء من نسبة معينة من الفخار الجير كل هذه المواد يتم خلطها بنسب وتقديرات معينة حسب النسب العالمي المعمول فيها في العالم بعض المؤسسات ساعدت في ترميم قصر الباشا الآن جمعيات مثلا ساعدت في ترميم بيت السقة في ترميم كنيسة القديس بيرفيريوس ترميم موقع دير القديس هيلاريون قطاع السياح والأتار في قطاع غزة يعاني ما تعانيه بقية القطاعات الأخرى في قطاع غزة بفعل الحصار الأسترائيلي وزارة سياح والأتار أيضا تعاني ما تعانيه بقية الوزارات الفلسطينية الأخرى التي تعانيه من نقص في الموازنات التشغيلية لكي تقوم هذه الوزارة بدورها المنوط بها وهو الحفاظ على الإرت التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني حاولنا جاهدين أن نتغلب على هذه المشاكل وقمنا أيضا بتقليص النفقات التشغيلية التي لها علاقة بأعمال الترميم والمواقع الأتارية كنا نستعين بخبراء من فرنسا ومن ألمانيا كانت لهم أدوات حديثة يعبارة عن مجسات يحددون بالضبط أين يقع المعلم الأتاري في هذا الموقع الآن نحن نعمل بشكل بدائي صح التعبير حيث نقوم بأعمال حفر يقوم بها عمال أيضا هناك أعمال الترميم نقوم بها لبعض المواقع أو لبعض الأتار بمواد بدائية يعني في موقع الكنيسة البيزنطية قمنا بأعمال ترميم بمواد لا علاقة لها بالفسيفساء الموجودة في الكنيسة البيزنطية التي يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام قمنا على سبيل المثال بشراء بعض الأسمنت الأبيض والكورس وهي مواد تستخدم في البناء وليست في أعمال الترميم عاولنا جاهدين أن نطرأ أبواب المؤسسات غير الحكومية لجلب التمويل الطارئ لبعض المواقع الأتارية التي عانت على سبيل المثال هناك مشروع تمويل لترميم قصر الباشا والذي انتهى بالأمس وكانت تكلفة مشروع الترميم ما يزيد عن 20 ألف دولار قامت اليون دي بي مشكورة بتقديم هذه المنحة لوزارة السياحة العثار من أجل ترميم قصر الباشا ترجمة نانسي قنقر